تجديد الثقة لهو الترفيع في منصبه فما يتمتع به من خبرة ومن قدرة تؤهله دائماً للتوفيق إن شاء الله كما رحب معالي الوزير فؤاد بيحسين وزير خاجية العراق الشقيق وقد عقدنا الآن جولة مباحثات ثنائية ملفلدة ثم موسعة مع الوفود في إطار التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي وفقاً لتوجيهات السادة القادة خلال القمتين التي تم عقدهما في القاهرة وفي الأردن مؤخراً من أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول الثلاث في مجالات وأولويات التي تم تحددها من قبل القادة مجال الطاقة والإعمار والمجال الثالث الخاص بالكهرباء نحن نعمل في إطار تفعيل هذا التعاون لصالح شعوب الدول الثلاث نعمل في إطار التكامل القائم بنا وفي إطار وجود أرضية وسعة من التوافق السياسي والاقتصادي حول فوائد التي تعم علينا أيضاً هذا الإطار بيتيح لنا التناول القضايا السياسية التي نتأثر بها وكان هناك توافق كامل فيما بيننا حول أهمية الحفاظ على استقرار دولنا والمحيط العربي وعدم التدخل في شؤونه والاستمرار تسكية هذا النوع من التعاون باعتباره لا يستهدف أي طرف وإنما يستهدف العوائد المصلحة لشعوبنا ولكن في نفس الوقت نحن لدينا رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي أهمية الحفاظ على القدرات ووجود الإمكانيات مجتمعة للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا بالتأكيد أيضاً كان للقاءنا تناول تطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق المشروع للشعب الفلسطيني وإقامت دولته على كامل أراضي على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار دعم جهود التسوية السياسية على أساس المبادرة العربية والحوار والمفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع أيضاً تحدثنا فيما يتعلق بتطورات في سوريا وفي ليبيا وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأوضاع تتيح استعادة هذه الدول لاستقرارها الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها الأمن المائي العربي له طبعاً أولوية متقدمة وأطلحت أستاذ الوزراء على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة أيضاً كان هناك عرض من قبل معالي الوزير خارجية العراق للتعديات المرتبطة أيضاً بالأمن المائي العراقي وكان هناك اتفاق على ضرورة موصلة الحوار والتفاوض من أجل وضع الأطر التي تؤكد وتحمي هذه المصالح المائية للدول العربية بصفة عامة ولمصر والعراق والأردن بصفة خاصة هترك الساحة لمعالي الوزراء اللي يكملوا ولكن حبيت أني أستعرض بصفة عامة ما تم تناوله خلال هذا الاجتماع وفي إطار التعاون الثلاثي فاتخذنا من القرارات ووضعنا إطار لتفعيل التعاون فيما بين الوزراء الفنية وتكتيف التواصل فيما بينها من أجل التواصل إلى تحديد مشروعات بعينها والتواصل إلى اتفاقات حول تنفيذها إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك متاح عقد هذه الاجتماعات وخرجها إن شاء الله بنتائج ملموسة يستطيع من خلالها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتخرج هذه المشاريع إلى حيث الوجود فضل معالي وزير بسم الله الرحمن الرحيم شكرا معالي الأخسامح شكرا على كلامك طيب وشكرا على طيب الاستضافة وشكرا أيضا على فرصة اللقاء الثلاث ما معالي أخونا العزيز وزير خارجية العراق الشقيق فؤاد حسين بداية أود أن أشير بأني تشرفت صباح هذا اليوم بنقل رسالة من جلالة ملك عبد الله الثاني من الحسين حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمحورة حول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بما يصب في تعزيز هذه العلاقات وفتح أفاق أوسع للتعاون وأيضا في إطار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية التي تملك المملكة وأشقائنا في جمهورية مصر العربية رؤى مشتركة إزاءها وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وبما يسهم في خدمة قضايانا العربية أيضا وركزت أيضا الرسالة من جلالة ملك لفخامة الرئيس على ألية التعاون الثلاثي ما بين المملكة ومصر والعراق بهدف الانتقال بهذه الألية إلى تعاون ملموس بشكل أكبر في شتى القطاعات التي أشار إليها معالي الأخ سامح فيما يتعلق بألية التنسيق الثلاثي لقاءنا اليوم هو لقاء عمل يبحث أو بحث آلية تنفيذ إرادة القادة والقرارات التي اتخذها القادة خلال لقائم الأخير في عمان في المجالات التي أشار إليها معالي الوزير حتى ننتقل إلى مرحلة متقدمة يتم عبرها إنجاز المشروعات التي ستنعكس بالخير على دولنا الثلاث وأيضا على المنطقة برمتها لأن الرؤية إلى هذا التعاون رؤية ترتكز إلى أنه لبنى في بنيان العمل العربي المشترك نحن نبني على ما يجمعنا ويكون ذلك منطلقا لتوسعة إطار التعاون في منطقتنا بشكل عام لأن قادتنا يؤمنون إيمانا مطلقا بأن التكامل والتعاون ما بين دولنا جميعا هو حاجة وهو ضرورة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي أثبتت جائحة كورونا مدى اعتمادنا بعضا على بعض في هذه الظروف فهذه هي الألية التي نسعى إلى تكريسها وترجمتها عمل ملموس في شتى القطاعات وكما أشار معالي الوزير سيكون هناك إن شاء الله متابعة للقاءات قطاعية مهنية بين الوزراء المعنيين للوصول إلى ترجمة هذه الرؤى مشاريع عملية ملموسة في القضايا الإقليمية الرؤية مشتركة قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية ما تزال وستبقى محط اهتمام وتركيز كامل لأن استمرار الصراع هو خطر على آمن المنطقة برمتها أفق تحقيق السلام الحقيقي الشامل العادل ما يزال غائبا وهذا خطر على الجميع ومدعات وخلق لدى الجميع وأيضا منطلق لتكثيف جهود الجميع من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق السلام الذي هو خيار استراتيجي عربي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قبول الشعوب له وحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق اتفاقنا وفق المرجعيات اتفاقنا العربي وفق المرجعيات المعتمدة أيضا أمننا واحد مستقبلنا واحد وبالتالي فإن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا أكبر وهذا هو ما أكدناه أيضا فيما يتعلق بمصر الشقيقة نحن نثمن عاليا الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية فيما يتعلق للإسهام بحل الأزمة الليبية بحيث يتم التوصل إلى حل سياسي يحفظ ليبيا ويحفظ أمن ليبيا ولكن أيضا يحفظ دول جوار ليبيا وأمن دول جوار ليبيا وخصوصا مصر الشقيقة وبالتالي جهود مثمنة وجهود كبيرة ونحن ندعم كل هذه الجهود وندعم أيضا الجهود الأخرى التي يقوم بها أشقاء آخرون مثل أشقانة في المغرب وأيضا الجهود التي تقودها الأمم المتحدة الموضوع الثاني موضوع الأمن المائي الأمن المائي هو جزء من الأمن العربي وبالتالي نقف إلى جانب الشقيقة في مصر في كل ما تتخذه من خطوات من أجل حماية أمنها المائي وتحديدا فيما يتعلق بسد النهضة والموقف صراحة الذي اتخذته جمهورية مصر العربية الشقيقة موقف عقلاني موقف يستهدف حلا توافقيا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويرتكز إلى القانون الدولي ونحن مع أشقائنا في كل ما نستطيع أن نقدمه للوصول إلى هذا الحل الذي يحفظ حق مصر في مياه النيل ويحفظ أمنها المائي وبالنسبة لأهلنا أيضا وأشقائنا في العراق فنحن نؤكد مرة أخرى أنه يجب أن نحمي العراق من تدعيات وتبعات أي خلافات إقليمية من أجل أن نحمي المنطقة من تبعات أي خطر سيمكن أن يتعرض له العراق لسمح الله لأن أمن العراق واستقرار العراق ركيزة لأمن واستقرار المنطقة وكما أكدنا في المملكة دائما العراق حقق نصرا كبيرا بتضحيات كبيرة على الإرهاب الآن المعركة هي معركة إعادة إعمار معركة تكريس استقرار استكمال لهذا النصر على العصابات الإرهابية وبالتالي لا بد أن نكون جميعا إلى جانب أشقائنا في العراق الشقيق ويجب دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية الكبيرة من أجل إعادة البناء وتكريس أمنها واستقرارها وحماية سيادة العراق وتحييد العراق عن أي أجندات وعن أي تداعيات تقليمية نحن نلتقي في دولنا الثلاث برؤية نريد أن ننفذ توجيهات قادتنا بأن نحقق أن ندمج المودجا في التكامل والتعاون العربي الذي يشكل حاجة وضرورة والذي سينعكس بالخير على دولنا وعلى دول المنطقة وكل الشكر معالي أخي سامح وسعيد جدا معالي أخي فؤاد أيضا بفرصة اللقاء ونتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق إن شاء الله شكرا جزيلا معالي الوزير الأخ سامح شكري أولا أشكركم على مرة أخرى على حسن الاستقبال وضيافة ونتهز هذه الفرصة لكي أهنأ أخي وصديقي الأستاذ إيمان الصفدي على تسنمه الموقع مجددا كوزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء نائبا للرئيس الوزراء في الواقع هذا الاجتماع الثلاثي كان اجتماعا مهما وفي اجتماعنا ركزنا على العلاقات الاقتصادية القضايا التي تهم الدول الثلاثة وتحدثنا عن كيفية بناء الآلية لاستمرارية هذه الأعمال الأعمال المشتركة وتهيئة الأجندة للاجتماع القادم للقادة بالإضافة إلى آلية المتابعة والمواضيع التي تم طرحها كانت تتعلق بالإضافة للمواضيع السياسية كانت تتعلق بالمواضيع الاقتصادية وتعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة سواء في مجال الطاقة حيث تطرقنا إلى المشاريع في مجال الكهرباء والنفط أو في مسألة التعاون أو التكامل في المستقبل إن شاء الله الغذائي ودوائي بين البلدان الثلاثة وأيضا تطرقنا إلى مسألة الإعمار وخاصة في العراق حيث الكثير من المدن مدمرة كيفية الاستفادة من الشركات المصرية والأردنية لمساعدة العراقيين في إعادة بناء هذه المدن ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف سوف يكون قريبا اجتماع مشترك ثلاثي بين الوزراء المعنيين في القطاعات المختلفة سواء النفط كهرباء صحة زراعة إعمار في القاهرة بين الوزراء المعنيين من الدول الثلاثة لوضع الأولويات حول المشاريع المقترحة ولتفعيل مذكرات التفاهم الموجودة بين الدول الثلاثة والعمل على أساس هذه المذكرات تطرقنا إلى القضايا السياسية موقف الحكومة العراقية واضح في هذا المجال أنه نختار الحوار والحوار في سبيل الوصول إلى حل المشاكل الموجودة مع الدول الجوار ومرة أخرى معالي الوزير شكراً لحسن الاستقبال وللاستضافة وإلى لقاء إن شاء الله في بغداد غزينا إذا كان فيها سئلة السلام عليكم أحمد محمد صلاح ورأس الإنفذور العراقية مع الوزراء شهدنا حتى الآن ربما إنعقاد ثلاث قيمة على مساوى قادة الدول الثلاث بالإضافة للقيمة والاجتماعات التي عقدت من قبل حضاراتكم ما مدى أو كيف تقيمون الاتفاقيات ومذكرات تفاهم والتعاون التي أبرمت حتى الآن من قبل الدول الثلاث وما مدى نسبة ما تم التنفيذ وتحقيق فعلياً على أرض الواقع خصوصاً من خلال السكرتارية التي تمخضت عن القمة الأخيرة في عمال وأيضاً أتمنى من معالي الوزير فهواتحسين أن يدخل لنا بعض التفاصيل حول المجالات التي يسعى العراق إلى الاستفادة والتعاون فيها مع أشقاء الأردن ومصر لتطوير البلد اقتصادياً وعمرانياً شكراً جزيلاً القمم الماضية كانت وصدر عنها توبيهات من القادة في إطار تحديد الأولويات وتفعيل الأليات سواء كان من خلال التنسيق القائم على مستوى وزراء الخارجية وما تم إقراره من حيث وجود السكرتارية لمتابعة أيضاً العمل المشترك هناك أطر قانونية بتحكم العلاقات بين الدول الثلاثة الثنائية ونسعى إلى أن يكون خلال الخطوة القادمة وضع الأطر القانونية لتنفيذ التعاون الثلاثي وهذا هو ما سوف يتم تفعيله من خلال اللقاءات الوزرية على مستوى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدول الثلاثة حتى يضعوا الأطر التنفيذية لتفعيل التعاون هذا عمل بالتأكيد هيتخذ قدر من التدقيق والوصول إلى التفاهم فيما بين الدول الثلاث حول كيفية التنفيذ الذي يحقق مصالح متساوية لهم ويتم أيضاً في أسرع وقت حتى تكون عوائده ملموسة فنأمل أنه خلال الاجتماعات القادمة سوف تتبلور بشكل أكثر فاعلية هذه الاتفاقيات والمزكرات التفاهم التي يتم على أساسها بدء مراحل التنفيذ في أقرى فرصة ممكنة عبد البسط الهادي تلفزيون المملكة بالنسبة لهناك عدة قمم تم عقدها وأيضاً تحدثت معالي الوزير عن إيجاد سكرتارية للتعاون الثلاثي هل هناك صيغة معينة ربما تطمحون إليها من خلال إطار مؤسسي قانوني يضم الدول الثلاث حتى يتم التنسيق سواء سياسياً أو اقتصادياً كما ترغبون الأمر الآخر بالنسبة لمعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ما هو الطرح الأردني خلال هذا التعاون وماذا يمكن أن تقدم الأردن في إطار هذا التعاون الثلاثي فيما يتعلق بالأليات الخاصة بالتعاون الثلاثي سواء كانت ألية طبعاً على الرأس هذه الأليات القمم التي تعقد وتجمع القادة ثم التنسيق الذي يتم من خلال ألية وزراء الخارجية والسكرتارية التي تطلع من خلال الدولة المستضيفة للقمة بداخل وزارة الخارجية لعبليات التنسيق الفعلية والمتابعة للعرض على ألية الوزراء فهي تنتقل وفقاً لدورية النعخد القمة والعبل بيتم في إطار الفهم المشترك القائم فبالتأكيد هو شيء اتفقنا عليه وسوف يتم تفعيله ليس بالضرورة أنه له إطار قانوني محكم في إطار وثيقة قانونية ولكن هو ما اتفقنا عليه وما أعلنناه اليوم وما سوف نقدم على تنفيذه في إطار التفاهم المشترك القائم فيما بيننا مرة أخرى ينطلق أو تنطلق آلية العمل الثلاثي من الاقتناع بين دولنا بأن ثمت فرصة للبناء على ما يجمعنا من قدرات تكمل بعضها بعضا وأود أشير إلى أن هناك علاقات نائية قوية وراسخة بين كل من دولنا الآن نبحث عن ما هو مشترك عما ما هو يمكن أن يثري هذه العلاقة بما ينعكس على الجميع خيرا إذا ما تعاوننا عليه ثلاثيا وكان ذلك منطلقا لتعاون عربي أوسع فهذه هي الأرضية التي ننطلق منها نستفيد جميعا إن تعاوننا وإن بنينا على ما هو قائم من تكامل طبيعي بين دولنا الثلاث ومن علاقات تاريخية أيضا كما قلت هي نواء لتعاون عربي أوسع لأن قناعة القادة وإرادتهم هي أن نسهم في عبر هذه الألية الناجعة للتعاون عبر تعاون عربي أوسع وأكثر فيما يتعلق بشكل محدد على سبيل المثال أنجز الكثير منذ بدأت هذه العملية هناك توافق على المدينة الصناعية وقطعت خطوات طويلة باتجاه إنجاز الإطار القانوني والتشريعي من أجلها وعندما تقوم وتنتهي هذا سيبدأ العمل على جذب الاستثمارات المشتركة من دولنا ومن دول المنطقة ومن القطاع الخاص بشكل عام بحيث تكون هذه نواء لتعاون اقتصادي أوسع موضوع الطاقة ثمت ربط كهربائي بين المملكة وبين جمهورية مصر العربية وقعت المملكة وجمهورية العراق الشقيقة أخيرا اتفاقية ربط كهربائي أيضا هذا منطلق لتعاون ثلاثي وبحثنا اليوم كيف يمكن أن نفعل ذلك وبحث التفاصيل هو ليس لنا بحث التفاصيل هو للوزراء المعنيين لكن نحن نتحدث ضمن توجيهات القادة بالإطار العام موضوع نبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومن ثم إلى مصر هذا موضوع استراتيجي حيوي يفيد الدول الثلاث ينعكس إيجابا على الدول الثلاث وقطعت مسافة أيضا باتجاه تفعيله تحدثنا عن اتفاقيات التجارة المشتركة ثمت تعاون تجاري كبير بين الدول وتم توقيع عديد اتفاقيات كما تذكر بين الأردن والعراق منذ فترة ليست بطويلة أسست لمساحة من التعاون الكبير وهناك التعاون الأردن المصري ونجمع هذه الدول التلاف معا فسواء في قطاع الطاقة في قطاع العمار في قطاع النفط في قطاع الأدوية والأمن الغذائي تحدثنا اليوم بشكل كبير عن أهمية وهذا ما أشار له القادة في اجتماعهم في عمان عن ضرورة تعزيز الأمن الغذائي لدولنا عبر آلية تعاون مشتركة فهذا أيضا من القضايا التي تطرحناها الأمن الدوائي الأردن ومصر لديهما صناعات دوائية متقدمة جدا العراق يحتاج إلى صناعات دوائية نكمل بعضنا بعضا في هذا الإطار فثمت الكثير من المشاريع تأخذ وقتا لأننا نتحدث عن إيجاد أوضع تشريعية بناء بنية تحتية وأؤكد مرة أخرى بأننا نحن نجد الأفق السياسي والمساحة التشريعية والقطاع الخاص في دولنا الثلاث وفي المنطقة هو الذي سيبدأ بالعمل على الكثير هذه المشاريع شكرا الأذمة الليبية كانت محور مناقشات معالي الوزراء الأزمة والفترة الأخيرة كان فيه اكتماعات على مسارات مختلفة سؤالي لماION الشوga شكرا حوالين رؤيته ليه الفترة الجاية ممكن يكون آليات حل الأزمة الليبية منذ البداية ومصر تؤكد دائما على أن التسوية السياسية القائمة على التوصل إلى توافق ليبي-ليبي وخارطة طريق ليبيا للمستقبل تحقق مصلحة الشعب الليبي وتمنع أي تدخل في شؤونه من قوى خارج النطاق العربية وخارج النطاق الإقليمي وضرورة القضاء التام على الإرهاب الوسائل السلمية في الحوار والمبعوث الأممي ومسؤولياته في هذا الشأن ولكن بالإضافة إلى الجهد المبزول ومن ضمنه طبعا الجهد اللي بتبزوله مصر بحكم العلاقة الوثيقة والروابط القائمة فيما بين مصر والشعب المصري والشعب الليبي وخلال الفترة الماضية كان لمصر إسهمها في إطار مبادرة القاهرة وفي إطار حديث السيد الرئيس في 20 يونيو الماضي الذي حدد فيه أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري وضرورة وقف الأعمال العدائية وعدم تجاوز خط السرط الجفرة والأثر الإجابي الذي تولد والذي كان مقصود أن يتولد من حيث احتواء الصراع العسكري وفتح المجال للحوار السياسي وهناك حوارات تمت في القاهرة وفي مصر بصفة عامة تناولت الوضع الميداني العسكري وتتناول الوضع فيما يتعلق بالحديث حول الدستور بالتأكيد أنه كل ذلك يتوقف على وصول الأشقاء في ليبيا إلى تفاهم بعيدا عن الصراع العسكري تفاهم سياسي يرسم خارطة طريق للمستقبل تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة من خلالها يعبر الشعب الليبي عن إرادته ويعيد استقرار الأوضاع في ليبيا وتستطيع أن تحافظ ليبيا على سيادتها ووحدة أراضيها سوف تستمر مصر في هذا الساعي ونعلم جيدا بأن هناك أطراف إقليمية تحاول أن تزعزع الاستقرار في ليبيا تدفع بعناصر إرهابية وكل ذلك لابد أن يكون هناك موقف دولي حازم في مواجهته الشعب الليبي عانى على مدى سنوات طويلة وحانى الوقت للتوصل إلى تفاهم واتفاق ليبي يعيد الاستقرار والأمن ويحفظ أيضا استقرار وأمن دول الجوار ويحمي من التدعيات السلبية القطيرة المتولدة عن انتشار ظاهرة الإرهاب واتخاذ ليبيا لموضع قدم ونقطة انطلاق للمنظمات الإرهابية لتبث فسادها في المنطقة وفي قرى الأفريقية شكرا جزيلا